نتكلم كتير الفترة اللي فاتت ازاي الراجل يعمل مراته ازاي الراجل يكون على قد مسؤولية الجواز ورفقا بالقوارير وبنشوف اعلمين كتار وناس كتيرة بتوصي والشيخ كتيرة بتوصي ازاي تعمل الزوجة وازاي انها كنت تكون رحيمة عليها والمودة والرحمة بس انها يبقى فيه خلاف زوجي هذا الخلاف الزوجي بيؤدي ان الزوج يولع في مراته وقبلها يكون ضربها بمطوة وفرصها طب ليه يعني ده لو عدو مش يتابع معا كده لو بنحارب مش هنعمل كده لو مكفار استغفى الله العظيم يا رب محدش هعمل ده اللي ممكن يوصل لده نسمع القصة ونعرفها ونعتبر وتاني قبل ما نسمع رفقا بالقوارير ده دنكم في صلاتكم في قرآنكم في كل تفاصيل حياتكم مسلم او مسيحي نسمع مع بعض البقاء لله اللي اول في شايماء البقاء لله امي حرك والدة شايماء المتوفية وحردك اختها طب شايماء انا عايز اعرف قصتها من الاول شايماء كانت متجوزة وانفصلت ثم اتجوزت تاني الشخص اللي على اساس النهاية احكوا لي من الاول خالص من ده اتجواز شايماء الزوج الاول احكيلي واشرحيلي البداية ايه اللي حالي والله اتجوزت زي اي واحدة عادية اتجوزت وارتبطت وخلفت وكانت برضا حياتها مستطرة وبعدين حصل امتصال لا اي بقى ظروف انفصلنا بالأدب وبالاحترام وبين عشرة طيبة بعد كم سنة جاواز? بعد مثلا بتاع تلات سنين تلات سنين يوه طيب وظهر الشخص التاني بعد ما انفصل الشخص التاني معنا في الحتة يعني هو معنا في الشارع هنا حلوان في عرب عرب غنيب او احنا كلنا من الشارع واحد بس احنا طول عمرنا يعني اتربنا وطلعنا البيت ده سمعته مش طيبة يعني يه سمعته مش طيبة يعني نسمع ان هم مخدرات يعني نسمع ان هو بيشم بودرة اه بتوع مشاكل ده اللي نعرأ احنا اتربنا وطلعنا على كده لما طلعنا احنا يكبر ومشينا مثلا من الحتة ولا بتاع والدتي زي مع حضرتك هنا في البيت هي معاها ولادها مكمن معاها اه اما جي الشخص ده بحكم ان انا اختها كده اختك شايمال لما اطلعت جات عاشت معاك هنا يا حي هي ما سابتهاش هي اصغرنا هي اصغرنا عندها تلاتين سنة واحد تلاتين سنة من دور بنتي هي اصغرنا فهي اتجوزت اتجوزة الاولانية والتجوزت هي ما سابتش والدتي يعني هي ما تقدرش يتفارق والدتي تتجوز بتنام في القوضة دي بتنام هي لها شقة هنا في الشارع برضو اخر الشارع لها شقة بس هي مكيمة مع والدتي بيكل سوى عايشين سوى سرهم سوى يعني الله يصبرك يا امي الله يصبرك امين يا رب فما فرقتهاش بعد كده بقى جي الشخص ده تقدم لك الشخص ده بحكم ان انا اختها كبيرة جيه هو ابوه واخوه انا عندي معرض لقيت نفسي عادة في المعرض فيهم فلاقيتهم داخلين عليهم هم كانوا سامعين او عارفين ان انا رفضاهم تماما فاجه هم قعدوا بقى يتكلموا وابوها يقول لي تاب ليه متجوزه بلكده متجوزه مع عيال اه مطلق لا 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 اميراته على زمته اه الله اعلم هي ايه بس احنا كنا برضو بنسمع ونشوف انه بيدربها بيبهدلها في الشارع اه اه تقريبا كانت تقريبا كانت عاملاله محاضر ده اللي سمعناه والله اعلم ده مراته انا انا مرة كنت هنا بالصدفة عند والدتي وكنت واقفة انا واختي الكبيرة الله يرحمها وشفت لهم مشكلة هو ومراته بيضربه بعض في الشارع القديمة دية هو ومراته بيضربه بعض في الشارع عشان كده لما جت اه اتقدم لاختي وانا كنت بقول لاختي طب انت شايفة بقاني عين ده كان بيبهدل مراته ده كان احنا مش هقول بقى حد قال لي لا انا شفتي بعيني اه مراته بتشتمه هو بيشتمه طب ازاي اختك بتقول لك لما انت قول لها انا شفت بعيني ولكلكو عارفيني وهي كانت عارفة يعني هي لما كنت تكلمة كانت تقول لي والله عقل رفضه انا عقل رفضه يعني مش بتاعنا مش شبهنا عقل رفضه بس انا معرفش مش ده ده ليه يعني هو بقى كلامه اه كان مهيالات دنيا جميلة هيعوضها لا لا اللي الناس بتقولوا برا دوت مفيش منه اللي بتاع مخدرات ولا 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 الكلام ده كله. هو اختك جيه يطلب ايديها بعد كم شهر لما انفصلت? لا 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 ده اختي قعدت كتير اختي قعدت كزا سنة اختي قعدت كزا سنة منفاصلة انت فاهمني? قعدت كزا سنة منفاصلة هو لما جيه جلنا مرة واتنين وتلاتة واحنا رفضناها. فاهمني? واختي سمعت الكلام واستقرت وحتى عاشت شوية عند ولاد عمها في شبرة. ليه? يعني ايه? اه تبعد عنه. اه تبعد عنه. يعني انا زي ما قلت لحضرتك. لها رافض. لها رافض. لكن هو كلامه تسليطه عليها. سكنين في شارع واحد. انت فهمني? يعني مرة اختي قعدت فترة طويلة مع ولاد عمها. لما رجعت كانت ما شاء الله عليها. هو شافها في الشارع. انا بقول لك بحكم ان هما بشارع واحد. بيقول لها انت عايش انا بموت? ازاي? مش هحلك. انت فهمني? اختي جات قالتلي كده في نفس اليوم. فهو كان متصلت تماما على دمخة ومسيطر اختي مقتنع انه هو مش شبهنا. ايه اللي حصل بقى? وفقت لي واتجوزته من وراك وليه? لا لا ما اتجوزتهش من ورانا. لا 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 ما عندناش احنا ايه ما اتجوزتهش من ورانا. احنا معطردين عليه. اه. يعني هما لما تقدمونا هو وابو واخوه لا احنا معطردين تماما. قلت له قلت له ابو كده معلش انتو مش شبهنا ولا احنا شبهكم. اه هي لما اصرت ان هي تتجوزه. وقالت لأ انا عايزاه بتاعي مش اصف. انت فاهمني? فانا واخواتي رفضين تماما. فطبعا اه هي لما قالت لأ ده انا هاخده ومش هاخده كده. فولاد عمي ربنا يا خلي. اه رجالة ومعايا يا خالي برضو رجل معروف هنا في حلوان. اه فهم اللي اتجوزوها. احنا مش موافقين ومعتردين. يعني انتو ما حضرتوش فرح بقى اول ما حضرتوش ايا حاجة. مش جلام دول. قطعتوها? اه مش قطعناها. يعني ما نعرفش عنها حاجة اللي عن طريق والدتي. انا قطعتوها. اه يعني ايه? اه يعني انا قلت لها احنا يا هو هي اثرت ان هي هتاخده. فانا رحت قلت لأ خلص اه فاخدنا جام منها تماما ان احنا ما نعرفش عنها حاجة. وبعدين? فكنت باسأل والدتي مسلا اسأل اختي التانية عاملة ايه? تقول الحمد الله. بس انا اسمع انها خست 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 و ايه و لا مش هي مش هي عدمت خارج. عدمت. انت فاهمني? ايه الاسباب انا مش عارفة لايه? شكيت في حاجات كتير. يعني انا كنت بسمع ان هو مثلا بيشد بدرة. كنت بسمع من بره وكان بيجيني كلام. اه طيب اه اسأل طب محدش دليل طب ما انا خايفة عليها. انا خايفة عليها ان يعلمها ولا يعملها ولا يسوها واحنا مش مش كده. انت فهمي? فجيت في يوم عند والدتي فقابلتها. قلت لها انت عملت كده ليه يعني خسيتي ليه كده وقالت لي لأ مفيش اي حاجة. قلت لها انا سمع كده كده وان هو بيشم وكلام من دو. اوعي يا شي ما يكون عمل ولا 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 قالت لي لأ طبعا. وانا زي ما غرست نفسي هطلع نفسي. يعني كات ندمانة. ندمانة جدا. لما قابلتها كات ندمانة. جدا. بعد كم شهر جواز? بعد تمن شهور تسعة شهور جواز. ندمانة بس مش عارفة تخلص. لدرجة ان صاحب البيت بعد اللي حصل دوت احنا كناش نعرف حاجة. كله سمعنا من الجيران وصاحب البيت قال قدامي قالت له طلقني وابريك. اه راح قال لها بموتك. طيب. صاحب البيت. نتكلم نكمل بالتفتيل. قابلت لها قلت لها انت ليه عملت كده كان لازم تنفصلت لها انا هطلع نفسي من المغرض اللي انا فيه. ايه اللي حصل بقى يوم الواقعة ابنها رايح لها. لا يوم الواقعة انا قابلتها الساعة اثنين ونص. يابلت لها يوم الواقعة نفسها? يوم الواقعة الساعة اثنين ونص بعد الضهر. كنت قدام المدرسة بجيب احفادي وهي كانت خارجة من المدرسة هي وجوزها دوت. فقابلتها فراحت جاية علي راحت مسلمة علي بقولها ايه اللي جابك قالت لي ايه اجاية اشوف يعني سيف ابنها. اشوف ده كان فيه مشكلة معاه وكلام من دوت وكده. فسلمت علي انا شايفها من بعيد متغوز. اه واقف مش على بعض. ما كانش لسه فتح لها راس. لا 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 لا. كانت بالنهار. لا 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 كانت مقابلاني ولابسها ترنجة والطرحة والقدش وماشاء الله عليها هي يعني. فمشيت شايفها وهي ماشية زي ما تقول مزمزقين مع بعض هو بقولها انت سلمت انت سبتيني واقف حاجة زي هكده انا لأ يعني حسيت ده. فالمهم ما انا خدت ابنها معايا برضو مع عفادي وديته الدرس عندنا. فبعد ما حصلت الساعة تمانية كده. دايت بنت عمي بتقول لي الحاق اختك اتحرقت. فانا طبعا اتخضيت وقعت اتصوت مين اختي مين? قالت لي اختك هند. اه طب ايه? قالت جزها واخد وريح المستشفى. وكده. اه بس استني لا انت في نقطة انت ابنها كان رايح لها البيت. انا هقول لي حضرت اه انا بقى دا كله معاها انا وصلت ابناء الدرس. اه ماشي. اه. عنده كم سنة حبيبي. اتناشر سنة. اتناشر سنة. اتناشر سنة. جال تلعة اشف امي. تلعة اشف امه ما جاهش. ما جاهش خارج. طبعا او اشف امه. طلع فوق تجنبه ايه? بيتخنقوا. بيتخنقوا. اه. لا امه بتتخنق مع البوز. اه بيتخنقوا. اه. اكمل لحضرتك. هو انا لما وصلته الدرس طبعا ما شفناهوش تاني. فلما انا الساعة تمانية يا ابنت عمي. قالتلي كده فانا تخضيت ده ده. مو متصلت على اخواتي. رحنا المستشفى. طبعا كانت في حالة ربنا يا رب ما يوريها. طبعا. بس انا قبل ما اروح للحر انا انا هو فتح لها راسها. لا انت بتحكي من وجهة نظرك من اللي انت تعرفيه. انا عايز اعرف التسلسل حيتفهمها اصدي. انا اقول لحضرتك على التسلسل اللي احنا عارفناه لما انا سألت ابنها. ابنها قلت لها البيت لأ امه مضروبة ورأسها مفتوحة. واحنا ما شفناش ابنها. ماشي بس انا عارف لأ ما تحكيليش بأصلا. اه. تلع فوق. اه. طبعا غاب. اه. مجاش. طبعا انا ايه عصامهم معمهم وكلهم بيبدوعدوا معمهم. طبعا. مجاش. اه. طبعا هو ايه? اه اه بيتنقلوا مع بعض. بتنا خبطة. بيخليجيها بيخبطها. على راسها. اه. اه. طبعا الوقت ايه? يا طبعا اطبع بره يا سيد. امه. عشان ما شوفت الدرق الدرق قدامك. اطبع بره. طبعا بره ثاني. ايه? خبطة. الخبطة دي خبطها الستكين هنا. قال له انه القطر. قال ابنها قال راح ايه. راح ايه. قالت يا سيد. صورها لي. صور لي. هي طلبت من ابنها صور لي راسي? ايه. انا كتير على السرير. ايه. انا الملاية عن ملاية. فهي قال له صور لي. اشوفها كبيرة صغيرة. جوزة باب لها دي سطحية. راح ايه قال له ده سطحية سطحية. اتجا هكذا قد صور بكلام ده. بالتعويرة وكده يعاش. ايه. ايه? يا مدربة. كما صوره صورها. راح ايه. راح ايه قال له روح هاتك ارتشح. اه. عايز يوزع الولد. اه. روح هاتك ارتشح. عشان نكلم خالف. وامه قد انزل يا ابني روح. اه روح واكلي علبة عصيرة عشان انا مهبطة لاني كان في اليوم ده. هما ما فطروش وكانوا زي ما قلت لحبيبك قابلت الحلوان. جايبها كشر معها. لما حصلت المشكلة ما كلهوش. يعني لما نزل البحث الجنائي والمباعث. الكشر زي ما هو لان هو دعي ان بتعمل لهم اكله والانبوبة هبت فيها. وده ما حصلش. اه. اه. رحنا المستشفى ربنا يا رب ما يوريها الحد دخلنا لانا القصر العيني في الاستقبال تحت اختي ميت فحمة. واحدة غير الواحدة. واحدة غير الواحدة. لا شكل ولا موضوع ولا. طبعا صرنا اتخضينا عليها. طب انت مين اللي عمل فيك كده? طب انت عملت ايه كده? طب انت ازاي? المم لقيت جوزها ورايا لابس جلبية بيضة. ما فيش اي حاجة. ما فيش بهدلة. ما فيش لسعة. ما فيش ده. انا صرت عليه. ايه اللي عمل فيها كده? المم قال لي. دي بتعمل لنا اكل. والانبوبة هبت فيها. فانا طبعا قلت له امشي ما شوفش وشك. هو عارف تماما ان احنا رفضينه. انت فاهم? المم سابنا فعلا ومشي. يعني هو ولع فيها وودها المستشفى. اه وسبق هو ومرات اخوه. يعني بعت لمرات اخوه. رحت معاه لبستها لان اختي لما ابن اختي جي قال ده انا جبت الكارت شحن والعصير. وما بين السوبر ماركت والبيت مفيش عشر دقائم. رجع لها ام ولعة ومطفية ووقفة في الصالة زي ممها ما جابتها في حماية سود. عايش انا ااسف بس اولع فيها ازاي? ايه اللي ممكن يولع فيها يعني يعني النار بتاخد وقت طبعا ما تمسك في حاجة. ده اللي حضرتك بقى انا قلته معلش يعني ده اللي حضرتك قلته في مستشفى شرف. آآ في الحي العاشر من رمضان. لما انا بضلت اقول انا واخواتي هو الجزئية دي ما فيش اي حاجة. شعرها. ما فيش غير الخبطة دي لما انا بعديلها من دمخها. واختها بتعمل لقينا تعويرة قد شقة البطيقة قد كده. انت فيمني حضرتك? وما فيش اللي رجلها من تاخد هي اللي مش محروق. بقيت الجزء معها. فانا بقيت احلل طب هي لو طب لو هي الانبوبة طب ما كانتش خلت حاجة لا في الشقة ولا فيها ولا اي حاجة. طب هي لو ولعت في روحها طب كانتها تضلق كده وتعمل كده. طب ايه اللي بسرعة يشتعل كده? مجرد عشر داي ابنها راح يجيب كارتي وعصير وكده وجلقها امه مطفحة. ايه? فدخلت للمسؤولين مستشى الشرف قلت لهم انا عايزة اعمل محضر اني اعرف اختي ايه اللي فيها داود. انا مش عاربة وما حدش دللني وجوزها سبعة ومشي وكلام الله. فقالولي طب ايه دليلك وبتتهمي مين? قلت بتتهم الجوزة. قالولي طب ايه? ليه اللي بخليك تتهميه? قلت عشان مفيش واحد عائل اللي يجيب مراته من الحياة والموت ويسيبها ويمشي. اه مفيش واحد. هو مجاش تاني بعد كده. مجاش. مجاش. لقد ما توفت. مجاش لحد ما توفت. هي قعدت اسبوع في المستشفى? اه قعدت تمنت ايام في مستشفى شرف واقعدنا يوم في المعادي بتاع تسعة ايام. متوفت متأسرة بالجراحة. اه الدكتور قال لي عندها صدمة عصابية حد. لاني هي هي ما قالتش حاجة وهي على سرير المرض ما قالتش حاجة. كل اللي كانها مما اول ما دخلت عليها منهارة. هي ما كانتش مصدقة روحها رفعة قديها كده وتقول انا انا هيند انا. بص بنهيار. كل اللي عليها اول ما دخلت عليها. اه عليها جنيه. عليها البلان. عليها الكزا. اه. اللي عليها واللي ليها وبسرعة. يعني ايه? كأنها بتسابق الزمن ان روحها تطلع وهي عايزة تخلص. انت بهمني? عليها كزا عليها كزا. البنت عميك كزا ده كزا ده كزا ده كزا. وجزها مش معها بس طلقها معكم في المفترض. اه. اه. اه للأسف لما هي طلبته كمان. طلبت ابو عيالها. طلبته ابو عيالها قالت لي عايز اشوف. تاني يوم. وجي وقف بس للأسف ما شافاش كانت هي انتها. انت فهمني? لا هو جي الله هو اعلم بقى هي كانت عايزة تقول له ايه? الله هو اعلم بس انا. هي ما تهمتش حد مين اللي ولع فيها كده ما تلكوش حاجة. والله انا كدت كل اللي بقوله لها تب مين اللي عمل تيجي كده? تب لو هو قوليلي تب باخد لك حقك تب ما تخفيش تب كده تبستلي بعينيها كده وتقول لي هي خلاص خلصت. هي خلاص خلصت. والله العظيم يا اساس داني. هي خلاص خلصت. كل تعبير وشها ان هي لا اللي حصل فيها ده غزبا عنها. مش بمزاجة. وبعدين لما دخلت عليها في المستشوى المعادي. قالت لي حقك علي سامحيني انا ما سمعتش كلامي. لان انا وقفت لها كتير في الجوازة دي وما سمعتش كلامي. وقالت لاخويا دخل علينا محمد. قالت له حقك علي سامحوني ان انا ما سمعتش كلامي. انت بهمني? ندمانة زعلانة بتحق روحها اه بتوصي بعيالها. عيالها يتربوا. عيالها ما تسيبوا يومشي. عيالها علموهم لبسوهم. هي كانت مهتمة جدا. بعيالها. كلبس كده كده كده. اه. دول. كان كل حياتها. كان كل حياتها. انت بهمني? حضرتك بقت بتموت وتقول لي قولي لامك انا بحبها قوي. قولي لامك انا بحب انا بحب عمار قوي. يعني بص ايه. مين عمار? ابنها الصغير اللي عنده اربع سنين. اه اما لما دخلت عليها ام نهارت. اه فهي تقول لها هاتي بوسا. هي كانت طبعا دلعتها وما بتشاريها. اخر حاجة بايسها. طبعا يعني مجروحة. مجروحة. فبس بس اتها بالروحة كده قالت لها لأ هاتي بوسا احس انا بيها. اه. انا رايحة يا امي. انت باهمي? بصما بالله بصما بالله بصما بالله. والشهادة دي بقى كأن حضرتك دست على تسجيل. سف. اشدر لا 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 اشدر لا 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 كده. ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعضه. بتسابق ازاي. انت باهمي? وده اللي حصل. كل ده عشان اتجوزت واحد ان شايفين وهي يعني هقول هي عملت ايه? ان هي اخترتها. الناس يقولي ده كان كسر رجل. كسر رجل. سمعنا اقويل كتير بقى من جيرانة ومن صاحب البيت. صاحب البيت حاش عاملت. اه جارتها قالت انا دخلها عليه لقيت فحطت على فتح علامة وضربها اتنشر غرزة. اه طب ازاي? طب صاحب البيت والله انا طلحت لقيتوا كسر رجلها وكسر عليهم الباب مرتين باب الشقة. ومعانا تصوير. يعني ابنها مصور الباب هو مكسور. اما فسروا عليهم. انت فاهمني? يعني تزمر الناس والله بتسمع ان هو بيضربها. مش هادة الناس. اه المباحث لما نزلت بتاخد تحريات مفيش حد قال كلمة كويسة بحقها. وانت خدوش تعرفوا اي حاجة في الطمال شهور. وانا لو كنا عارفنا اه يعني اضعف الايمان هنطلقها من وغز من عم. هي كانت ندمانة وكان صحابها قالولي ان هي خايفة تيجي تقول خايفة من رد في علوكم انتو لان انت اللي اختارت انت اللي عملت انت اللي صورت. الله يرحمها. الله يرحمها. بس انا عايزة اقول كل الشواهب بتقول ان ان شاء الله ربنا احنا امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. كل الشواهب جنازتها الناس اللي بتترحم اللي بتتحزبن فيه الجيران هنا تماما كلهم. يعني هم جراننا وجرانهم. مراته الاوليني الاسف وده ربنا نجدها ان هي كانت غضبانة بقى لها شهرين ثلاثة تاريبا. يعني يا صاحبان بقى لها شهرين ثلاثة. وولادها معاها. انت فاهمي? بقى لله ربنا سبح ربنا. يعني نحتسبها عند الله شهيدة. ان شاء الله ان شاء الله. منه لله اي شخص. ما بيعاملش ما بيعاملش امراته بالموضة والرحمة. كان طلقها. كان طلقها فعلا. ما فيش لا تتخاني واحد ينرب راته بمطوع. ولا ولع فيها. اي طلقها ازاي هو مستفد من وراها. هو عاطل. هو عاطل. عويل. ما بيشتغلش. وهي كان معاها جنيه كويس. احنا ما لقيناش فلوس لببنك ولا فوق ولا بجاي. كان معاها فلوس كان معاها دعب. اه ابنها قال مرة كان عايز ياخد الدعب بالعافية. مرة اي طلقها ازاي? اي طلقها ازاي وهو مستفد من وراها. انت فاهمني? عمل لها البحر تحينة عشان يستفد من وراها. بقى لانا. بشكركم. بشكركم ربنا سبب.